موسيقى فيبتدئ المسيح قائلا من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا وحبائي الضرب باليد تعتبر إهاني وتحقير طبعا وأزى نفسي قبل ما أنه تأذيه جسديا وإذا بدك تضرب شخص على الخد الأيمن طبعا ما فيك لازم تضرب بكف اليد وطبعا إحنا منعرف العادات الشرقية تخبط واحد بكف بظهر اليد أو من خلف اليد على الخد تعتبر جريمة تعتبر مأساة تعتبر إهاني تعتبر تحقير ولسيما الناس اللي بتمارس الضرب سواء زوج بيدرب زوجته أو شخص بيدرب شخص ضعيف حتى يحقر منه أو يهين هذا الشخص تذكر أحبائي أن المسيح هو مثالنا كما قيل عن يسوع المسيح في النبوة بذلتوا ظهري للضاربين وخدي للناتفين بيتكلم عن قوة أعظم عن قوة المحبة الغير مشروطة المحبة الغير محدودة المحبة التي لا تقاوم الشر بل تغلب الشر بالخير ثم أحبائي بيتكلم عن روح التسامح وبيرتفع فينا إلى آفاق وإلى سماء جديدة حتى يكون عندنا القوة الداخلية للتحمل ترجمة نانسي قنقر